المهندس الاستشاري محسن المسعودي من محافظة بابل مرشح قائمة إبشري عراق 143 تسلسل 7 برنامجنا الانتخابي عنوان خدمة وعدالة وهذا كان كلام موسع إن شاء الله وعدنا اقتراحات لتنفيذ هذا البرنامج الاختراح الأول إنشاء صندوق طوارئ بابل يكون تمويله من الأموال التي تذهب إلى المركز من الضريبة من المرور أي موارد حكومية تذهب نصفه يذهب إلى صندوق طوارئ بابل وهذا يلتزم الصندوق بمعالجة المشاكل الصغيرة في محافظة بابل وكذلك إنشاء ورش لتأهيل الشباب العاطلين عن العمل مهنيا وثالثا قيام بحملة وطنية لصيانة المدارس قبل بداية الدوام الرسمي محافظة بابل مناطق أكثر مناطقها زراعية أي ثلاثين زراعية يجب الحفاظ على المزارعين فيما آماكنهم ومنحهم البذور والأسمدة وغيرها حتى نمنع من هجرة الأرياف إلى المدن لتدخلهم محافظة بابل تعاني من مشكلة رخمة لا وهي مجاري بابل وهذه نحملها على الحكومة المركزية لأنها من مشاريع استراتيجية ومن واجب الحكومة المركزية أن تقوم بهذا المشروع حتى تضع بصمة تطور في محافظة بابل أسوة بالمحافظات المجاورة محافظة بابل من يوم السقوط لليوم مدينة الحضارة مدينة العلم مدينة العلماء مدينة الكفاءات لم تحظى بمنصب وزاري منذ السقوط لليوم ونحن لاحظنا المنصب الوزاري ماذا فعله بكربلاء أنشئ مشروع مجاري كربلاء وجاءت الحكومة المحلية فوضعت البصمة الأخيرة أثمرت الشجرة هناك في كربلاء فنحن نطلب من حكومة مركزية إنشاء مشروع مجاري بابل الكبير حتى تستطيع الحكومة المحلية أن تنهض ببابل أسوأ بالمحافظات المجاورة وكما ندعو أخوانا في بابل جميع المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة ومن الله التوفيق أني المرشح المهندس عمر عدناني الشجيري مرشح عن محافظة بغداد ضمن تحالف تقدم الوطني برقم القائمة 227 بتسلسل 46 بكالوريوس هندسة حاسبات أعمل في القطاع الخاص عملت في النشاط المجتمع المدني منذ عام 2009 وأسست أكثر من ست فرق تطوعية من خلال ذلك عملنا مع أهلنا ومناطقنا في حزام بغداد والمركز من خلال عملي في القطاع الخاص واكتسابنا الخبرة نعمل على تسخيرها لخدمة أهلنا في المرحلة القادمة ضمن برنامجنا الانتخابي في مركز بغداد نعمل على نقطتين مهمتين الأولى هو تخفيف الزخم السكاني وذلك عن طريق التوسع باتجاه الأطراف أما النقطة الثانية فهي تخفيف الزخم المروري وذلك عن طريق التنفيذ الطريق الحلق أني المرشحة وسن حمزة محمد الحميداوي عن قائمة تحالف قوى الدولة الوطنية 129 تسلسل 72 في بغداد حاصلة على شهادة البكالوريوس بتربية رياضيات بالنسبة إلى برنامج الانتخابي فهو يخص محافظة بغداد ولتطوير وعمار بغداد بالمستوى المطلوب من خدمات لكل المجالات تربية صحة خدمات بلديات إلى تطوير المستشفيات والمراكز الصحية لأبعد نقطة من بغداد تشمل ذلك الحفاظ على البيئة النظيفة لبغداد بإكساءها بالرداء الأخضر اللي افتقدته حاليا بغداد بسبب التوسع السكاني الكبير اللي صار من خلال العشوائيات والمناطق اللي بنيت في المناطق الزراعية وهذه أيضا تفتقر إلى الخدمات الكثيرة منها الماء والمجاري والكهرباء وهذا ما نطمح إلى أنه تحقيقه وتوفيره لهذه الشريحة الفقيرة مثل ما نقول أما بالنسبة للنطاق التربوي وهو نطاقي باعتباري أني تربوية فالتربية تعاني من مشاكل كثيرة منها المدارس الإزدواجية وحاليا حتى الثلاثية نحن نريد نقضي على هذا الإزدواج ويتوفر خدمة كاملة للتلميذ أو الطالب المرشحة شروق صبيحة واتميمي خريجة جامعة بغداد كلية تربية بالرشد قسم اللغة الإنجليزية المرشحة عن التيار الوطني العشائري رقم القائمة 114 تسلسل 22 محافظة بغداد التركيز على برنامج انتخاب على التعليم المهني والذوي الإحتياجات الخاصة إقامة البرامج لتمكين المرأة ثقافيا واجتماعيا وماديا ومنها الأرامل والمطلقات خاصة التي ليس لها معيل انقاذ الناس المتهالكة من أزمة السكن وتوفير الوحدات السكنية لهذه العوائل موسيقى أني المرشحة إلى مجلس محافظة بغداد الحقوقية ديار البرزنشي عن تحالف العزم رقم القائمة 146 تسلسل 28 أعمل مشاور قانوني أقدم في وزارة الصحة وقاهد جمهوري على التركيز على بناء الوطن من خلال بناء مجتمع سليم ومتعافي والاهتمام بالأسرة والطفل والمطالبة بحقوق الشباب ومساندتهم من أجل حصول على فرصة العمل سنعمل على خدمتكم في جميع الميادين من خلال تواجدنا معكم في كل وقت المرشح محمد الحسون الأنباري قائمة تقدم 227 تسلسل 29 عن محافظة بغداد تحصيل علمي بكالوريوس علوم شرطة بكالوريوس تربية أهدافنا الانتخابية أن تكون بغداد أجمل وأن ننجاز كافة المشاريع المتلكة وخاصة في الأطراف من محافظة بغداد التي عانت ما عانت إليه وتعاني الآن بالإهمال مشاريعنا القادمة إن شاء الله مشاريع ستراتيجية عن تخص التربية والبيئة والصحة وإن شاء الله التوفيق من الله إني المرشحة بسعاد عباس راشد عن تنظيم الداخل قائمة 149 بتسلسل 71 تحصيل الدراسي بكالوريوس آداب لغة عربية خرجت آداب مستنصرية أعمل في مجال التدريس في محهد الفنون الجميلة وعضوه في نقابة الصحفيين العراقيين وكاتبة وصحفية برنامج الانتخابي أو الدراف مستوى الجانب الخدمي لبغداد والتربوي والصحي الهدف من المشاركة في الانتخابات لأنه أؤمن أن العراق يستحق الكثير وبغداد تستحق الأفضل وأجمل من الخدمات وأؤمن كذلك أن المرأة في العراق لا بد أن تأخذ دورها السياسي لأنها قادرة على أن تصنع الكثير للكثير للعراق المرشح عمار مثنى أحمد عن ائتلاف دولة القانون حركة شباب قادة وطن تسلسل 98 رقم القائمة 233 بكلوريوس التربية البدنية والعلوم الرياضية وماجستير ودكتورة من الجامعة الأمريكية والشهادات الفخرية عملت ضمن منظمات مجتمع المدني وعملت في حقوق الإنسان ومشرفا على أعمار المدارس التراثية وحاليا مدير الإعدادية المركزية للبنين بالنسبة للبرنامج الانتخابي نقف على أهم الأعمال وهي التربية والتعليم والصحة والبيئة بالنسبة للتربية الاعتناء بالمدارس الحكومية وتوفير بيئة تصلح للطالب العراقي أما بالنسبة للتعليم فيعادة النظر في قبور طلبة الصف السادس كون الطلاب ذو المعدلات العالية والكبيرة لا يسمح لهم بدخول المجموعة الطبية إلا من خلال الجامعات الأهلية وبالنسبة لهذه الفقرتين التربية والتعليم تضعف كاهل المواطن العراقي خصوصا ذوي الدقل المحدود والفقراء كون أولادهم سوف يذهبون إلى المدارس والجامعات الأهلية أما بالنسبة للصحة فيجب الاعتناء بالمستشفيات الحكومية حتى لا يفضل المواطن العراقي للذهاب إلى المستشفيات الأهلية والبيئة من أجل بغداد أنظف أجمل الاعتناء بالبيئة وتشجير بغداد ومحاربة عملية التصحر بالنسبة للشباب مشروع الشباب مشروع مهم كونهم الركيزة الأساسية في بناء المجتمع العراقي وتوفير لهم كل ما يستحقوه من خلال فرص العمل شكرا للمشاهدة